اشتركوا في القناة اشتركوا في سنابي كل الحصريات موجودة في السناب طبعا هذه محلات جملة زيوت مويت رديتر زيت مكينة زيت غير اخذنا زيت غير اخذنا هذا زيت غير لازم يتغير لانه خلط خلط زيت غير مع مويت رديتر فلازم تتغير ما لقين المستبيشي اخذنا هذا بريستون هذا بديل المستبيشي كويس 50% قيمة الجالون كم 46% مع الضريبة وهذا بعد اصلي ما شاء الله تبارك الله هذا الريديتر لفت وففتي خلصناه لسيارة فارس هذا الريديتر جبناه من اكس كيرجن في التشليح لكن طلع اكس كيرجن عندي ما في هاي مشكلة المشكلة بس في قربة الموية الليهودي هذي تمام طبعا الحقيقي راميناها على اساس انتهموا وقوعها فهذا الرديتر ركبناه لطبات وان شاء الله راح الركب على افت وففتي وهذا سيارة جزبون اشترى مني تظليل وبعدين جا عند فارس ما خلصوها او جلسين يخلصوها ما شاء الله تبارك الله فارس عطهم المختصر في اليوتيوب ايش قاعد تسوي والله نشتراعي ضفيرة فورد حق الرجال والله يبارك لك والله صراحة يعني انا اشرح لك طويلة الضفيرة كاملة مع لين عند القير صح طلعتها ورتبتها والحين جاست تشطيب الاخير وعد المرئيات والحالة قبل وبعد انا والله يشهد الله علي تذكرني يوم كنت اشتغل قد تحق وشي بفكها ايه اذكر اذكر ما شكلت السيارة ولا ادري عنها فالرجال يعرف حالتها قبل وبعد ويعرف حالتها مخلصت ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله الله يبارك لك ويعطي خيرك فانا اتول ترقص مره ترقص شغلها سامري يا لا لي اليوم اصول اليوم اصول اليوم اصول مع الرجال تغيرت عليك حسيت بطعم الخسارة ايوه بصراحة لا ما شاء الله انا شخصيا سيارتي كنت فاقد لمل فيها بس فارس ما شاء الله يوم استلمها رجعها لي وكا ويالت تشتوى جاب ضفيرة من تشليح وعزلها وركبها بس ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله هذا خلص فارس من ذا الفورت عزل ضفيرة بالكامل بعد ما فكها بالكامل ضفيرة القير والمكينة وهذا الثاني الحين دخلوه عشان اشتغلون عليه ما شاء الله تبارك الله اكثر من نص الجالون حطيتها في الردين ما شاء عليها الولشة عشان ركب طرمبة مو طرمبة مو فيها تهريم صار زيت القير اللون احمر صار وردي طبعا غلط قمت غلطة كبيرة اني مشيت على السيارة بانه هذا الزيت القير وهذا كرتون فيه مجلسين مغسل القير شوفوا هذا الزيت طبعا يا شباب اللي قدامكم هذا مبرد القير حق اللي شوفوا وينه شصاير المبرد المائي هذا اللي قدامكم لانه فيه مبرد هوائي ومبرد ماء طبعا حطينا الزيت هذا المبرد هو اللي خلق موية الرديتر للحيب غالو غسيل بعد لانه فيه اربع صار فيه فرق فتحتين تبريد ماء تنسلنا فتحتين تبريد الماء لانه خلاص الماء اللي عنده مبرد ماء في سيارته يعني مبرد ماء مبرد هواي ويخلط عندها موية رديتر وزيت قير يلغي فتحتين تبريد الماء اللي في المبرد المائي هذا حل مشكلة الفيديو سواها لي هارون وان شاء الله خلاص معه ترجع المشكلة بس يبغى لانه نغسل القيرة كويس لانه دخل فيه موية موية طبعا هذا نفس المحل اخذنا من عنده زيت قير اصلي اخذت من عنده زيت قير تجاري عشان نغسل القير غسلناه غسلتين وباقي غسلتين يعني اربع غسلات عشان يرجع الزيت نظيف ان شاء الله حالي انا بيسوي خرط هوبات اربعة عندنا اذا ال هوب اخذناه من فارس ابراهيم بيظل الله وعندنا هوب نبي نكنسله اللي ورا جهة السواج اللي ورا جهة الراكب الخربان نغير فحماته معوني اذا الفحمات لي شاريها قبل اكثر من سنة احتوني بركبها الحين ثم المسمية مع شكل اخل ماهو بادي وانا هاخرد ماهو منشغال معاه بس عشان اصور شوي هاتنا القديم شوف شلون رائح بيه السيارة متوقف زين بسبب ذا جي جي يا ساتر ما في حديد هذا مرة رايح فيها الخلفي جي جي سوف نشغل معها لانه بيفك جيها وانا بيفك جيها ايوه طلع على طول كويس كويس انا كنا نفكر الدبل شغلة معقدة بسفاري لا نفس سبينجل دبل ولا شاي ما فك ايو ايو كويس مئة بالمئة الشاي المعاه اثنين هوب وانا شاي المعاه واحد انا فكينا الاثنين الامامية باقي الاثنين خلبية طبعا شغالين الجهد الثاني فكيتها كامله هو شغالين حاليا سوى تشحيم لبعض الاجزاء اللي هو نفس دي تشحيم قبل التركيب سنفرة اللي هو سنفرنا تشحيم اعبض الاماكن تحتاج سنفرة تحتاج تشحيم طبعا هذا الجديد شاريهم قبل اكثر من سنة شوفوا القديم اش صار فيهم حديد ما في شيء شوف فرق يا ساتر شوف الفرق يا ساتر لا اله الا الله هذا الهوم هذا الهوم حق الكتيرجن سوى لخرب سوى جانسة نظيف خرب اللي بد امام ويبي يشتغل في العضلات رقم جوالي قدامكم أنا والرجال شغالين وقت فراغي اشتغل معه طبعا هو اكثر خضر مني يبعض الامور اللي ما عارفه يعلمني عليها اشتغل هذا الهوم تركبه ما شاء الله هذا اللي خلص خرط هذا واحد باقي ثلاثة ما شاء الله هذا الهوم الثاني بسم الله اشتغل ترجمة نشر باعث اشتغل اشتغل باعث 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 تعال شوية هذا هناك أخص هذا أخص هذا موض فلن تفرس واحد وهذا فلن يسرح ؟ هذا موض فلا يصف ليس لن تفتير لا يصف هذا ليس جيد هذا بادر قوية ورأت المقطع يوم عدل دينا وقلت لتيوت اف جي حقا من الطريق ما قدر يعدل دينا وأنا قدر تعدلها فيقول لي هذه قوية عشان نظامها يختلف السيارة هذه تعتبر مو سيو بي تعتبر شاحنة ما شاء الله روح روح الحمد لله على السلامة ذيب ذيب الحمد لله على السلامة الحمد لله على السلامة حياك الله حياك الله بومين والنعم والنعم طبعا خلصنا الجزء الأمامي خرط هوبين قدام مع تغيير فحمات أربع يعني طقمين الطقم يجي في سنين تغيرنا طقمين قدام فحمات باقي من وراء الحين هذا الهوب اللي خربان انتهى رايح فيها وهذا الهوب اللي أخذت من فارس إبراهيم والله يعطي العافية مخروط هذا مورة تماما سوينا على خرط وبالرقم ان شاءت هذا منتي القماشات اللي كانت اللي قبل ذي كانت منتهية حديث فخربتها ما شاء الله تبارك الله باقي شوية ونخلص من الجزء الخلفي الأمامي خلصنا منه باقي الخلفي وبنسوي شد للجلنط الجلنط بجدا مرتخي في الرقيات اللي هو زي التحديره دي بموتر يدحجر الحندبريك ما يمسكه فلازم نشد الحندبريك ما شاء الله تم تغيير الهوب هذا اللي أخذت من فارس إبراهيم سوينا على خرط وركبناه هذا اللي كان على السيارة شوفوا كيف راح فيها يا الساتر يا الساتر راح فيها راح فيها حرفين شوفوا حلطة من هنا لا هو كذا يكون وكالة يعني ولا كيف بس على العموم شوفوا شلون متاكل يعني شوفوا مطبات 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 يعني وانا حفر فوق تاحد فوق تاحد فوق تاحد يا الساتر زي اللي اغيرتها والله يجزاء خير فارس والله ما قصر كانت عندي مشكلة كل ما اروح تشليح يقول لي دفرنس كامل دفرنس كامل دفرنس كامل يا جماعة نبي هوب دفرنس كامل هذا الهوب رقم 4 آخر هوب هذا الشكل انتهينا حلصنا الحمد لله وشدين الجلونت بعد الجلونت كان ما يمسك هذا يوتيوب ما شاء الله تبارك الله صنديد وطني هلا هلا والله هلا والله صنديد وطني ارحم اشتركوا في القناة